يعني اليوم هناك حراك سياسي كبير جداً للكتر السياسية تريد أن تخرج حقيقةً بتشكيلة ترضي أولاً الشارع لأن هناك معادلة جديدة حقيقةً طرأت بعد 2019 هذه المعادلة هي معادلة الشارع وصوت الشارع وصوت المتظاهرين وبالتالي لا يمكن حقيقة إغفال هذه النقطة المهمة في تشكيل الحكومة لذا هذا الحراك يجب أن يراعي هذه النقطة والنقطة الأخرى هناك دخول من قبل المستقلين إلى قبة البرلمان وهذه أيضاً هي ورقة ضغط مهمة جداً على الحكومة وكيف تتعامل على الحكومة المقبلة وحتى على الكتل السياسية في تشكيل الحكومة أما ما يخص حكومة الأغلبية الوطنية التي يداعي بها السيد الصدر بالتأكيد هذه الحكومة يعمل عليها السيد الصدر منذ فترة وهو ينادي بها ولعل حقيقة يعني عزوف الصدر في البداية عن الانتخابات ثم رجوع الانتخابات كان باشتراطات أن تكون حكومة أغلبية وطنية يسميها أو أغلبية سياسية يسميها ما شئت ولكن في النتيجة هو يريد حكومة قوية قادرة على أن تقف بوجه الفساد والفاسدين كما يقول وكذلك الحكومة قادرة على تمرير مشاريعها وخططها التي تطرحها حقيقة يعني كسلطة تنفيذية أما ما يخص حقيقة التحالفات هذه التحالفات هي تحالفات قديمة ليس تحالفات جديدة السيد الصدر حقيقة يسعى إلى أن تكون هناك تحالفات جديدة أن اليوم رأينا حقيقة زيارة للسيد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي إلى النجف وهذه ردا للزيارة التي قام بها السيد الصدر للسيد الحلبوسي هذه الزيارة كانت زيارة مهمة جدا هي تؤكد على التحالف الذي بدأ منذ سنة بين التقدم وبين الصدريين هذا التحالف الذي يعقد عليه البعض آمال كبيرة جدا أن تكون هناك حكومة أغلبية وطنية قادرة على أن تكون حكومة فاعلة وحكومة إعمار وحكومة بناء كما يقول حقيقة التيار الصدري بالتأكيد الزيارة اليوم كانت مهمة وزيارة ليس فقط للاطلاع على وجهات النظر أو البحث في وجهات النظر ولكن لا هذه زيارة مهمة وضعوا النقاط على الحروف بشكل أكثر وضوحا في عملية الأغلبية الوطنية ولعلها حقيقة تكون بداية مهمة جدا لإقناع الأطراف الأخرى في الدخول السيد الصدري يسعى وكذلك السيد الحلبوسي يسعى أن تكون الحكومة حكومة قوية لا كما كانت الحكومات الأخرى وأن لا تكون حكومة مهزوزة مدتها قليلة مدتها سنة ثم يكون الاعتراض عليها وسنة وأكثر لكن هذه حقيقة يعني اليوم نرى أن حراكا جديدا يظهر على الساحة هذا الحراك يأمل به الجميع هذا الحراك ليس حقيقة فقط من طرف النجف صدريين وتقدم لكن هناك أيضا أطراف أخرى اليوم تتحرك ما رشح من المعلومات اليوم ما رشح من المعلومات المهمة أن هناك انفراجات كبيرة جدا في أعملية الحوار السياسي بين الكتل السياسية لأنهم يعلمون أن المدد الدستورية المتعينة بقضية تشكيل الحكومة يجب أن لا تجاوزها لأن الخطورة لربما كانت في السابق أنه ممكن المماطلة في قضية المدد الدستورية ولربما كان هناك تأجيلات وتأخرت الحكومة في ولادتها لكن هذه المرة أعتقد ليسوا معذورين عن ذلك لأنه هناك ضغط بالشارع كبير جدا وهناك أيضا وأوراق أخرى تضغط على الكتل السياسية من هذه النقطة التي تتحدث عنها سيد علامان